بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للثوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابٌ من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم إلى أن قال وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت قال الشارح رحمه الله أي هما الخصرتان في الناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علماً وإيماناً يستضيء به لكن ليس من قام به شعباً من شعب الكفر يصير كافراً كالكفر المطلق فإنما هو من كبائر الذنوك كما أنه ليس من قام به شعباً من شعب الإيمان يصير مؤمناً الإيمان المطلق حتى يسلم وفرق بين الكفر المعرف بالله الكفر كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة فالكفر هنا الكفر المطلق وبين كفر منكر في الإثبات كما في هذا إثنتان في الناس هما بهم كفر بدون أل وذلك من كبائر الذنوب قوله الطعن في النسب الأول الطعن في النسب أي عيبه أن تعيب نسب أخيك يدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه إذا كنت تعلم أن فلان ابن فلان ثم تقول هذا ليس ابنه هذا داخل في الطعن في النسب الثاني النياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائر الميت لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر فالنياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء وتعداد أوصاف الميت وفضائر الميت فهذا من كبائر الذنوب لأنه ينافي الصبر فالمسلم إذا أصيب بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون أي نحن عبيد لله وإليه نرجع فلا يسعنا إلا الصبر على أقدار الله عز وجل كقول نائحة وعضداه وناصراه ونحو ذلك يعني تزعم أن هذا الميت كان عضداً لها وناصر لها ونحو ذلك فهذه النياحة من كبائر الذنوب فلا يجوز أن يقول المسلم هذا عند موت الميت بل عليه أن يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة يعني كفر من أعمال الكفار كالطالف النسب والنياحة على الميت هذا من كبائر الذنوب فيجب على المسلم أن يحذر ذلك ولهما أي البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلي الذي عند المصيبة يضرب خده ويشق ثوبه ويدعو بدعوى الجاهلية يا وإله يا ثبوراه ومن فعل ذلك ليس من ويدل على أن هذا من كبائر الذنوب فيجب على المسلم أن يحذر فلا يضرب خده ولا يشق ثوبه ولا يدعو بدعوى الجاهلية بل يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون هذا من نصوص الوعيد وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد رحمهم الله كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس يعني فيه زجر والتحذير ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب ضرب الخدود وشق الثيوب وشق الثياب ينافي كمال الإيمان فالمؤمن يصبر على أقدار الله عز وجل قوله ليس منا من ضرب الخدود وقال الحافظ خص الخد لكونه الغالب غالبا الناس يضربون خدودهم وإلا فضربوا بقية الوجه مثله لا يجود أن يضرب جسده عند المصيبة بل يجب أن يصبر ويحتسب قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل في الرأس هو الذي يدخل الرأس في ثوب الجيب هو ما مدخل الرأس في الثوب فالذي الذي يشق جيبه يعني مدخل رأسه عند المصيبة ليس منا وهذا من كبائر الزنوب وهو الذي يدخل في الرأس الثوب وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت فالمسلم لا يفعل ذلك بل يصبر على أقدار الله جل جلاله قوله ودعى بدعوة الجاهلية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو ندب الميت وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور وقال ابن القيم رحمه الله الدعاء بدعوة الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي وكل هذا من دعوة الجاهلية فالمسلم يصبر على أقدار الله عز وجل وعند ابن ماجا وصححه ابن حبان رحمهم الله عن أبي أمام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنى الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالبيل والثبور لعنى التي تخمش وجهها عند المصيبة أو تشق ثوبها عند المصيبة أو تقول يا وإله يا ثبوره ملعون المرأة ملعونة التي تفعل ذلك وهذا من كبائر الذنوب فعلينا أن نحذر أهلنا وأولادنا والمسلمين من ذلك وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر أي من المعاصي الكبار وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقا وليس على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهما عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس خمش الوج وشق الجيب وإنما هو بعض ما حصل وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء البكاء بدمع العين وحزن القلب معفو عنه ولكن رفع الصوت بالبكاء وتعداد أوصاف الميت هذا هو المحرم لأنه يشعر بعدم الصبر لما في الصحيح رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم وهو رضيع طفل عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون وفي الصحيحين رحمهم الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته رضي الله عنه ولها صبي في الموت يعني ينازع فرفع إليه أي الصبي ونفسه تقعقع أي ينازع كأنها شن أي كأنها قرب ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة البكاء في دم العين رحمة لا يؤاخذ الله به ولكن الممنوع رفع الصوت بالبكاء وندب الميت وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده العقوبة في الدنيا إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا يعني بالأمراض والمصائب وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأخرجه ابن عدي رحمهم الله عن أبي هريرا رضي الله عنه والطبراني رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أن يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه ويخرج منها من الدنيا وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة فالمصائب يكفر الله بها الذنوب قال الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإناب إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا وهذا من أعظم النعم فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرًا عليه المصائب نعمة إلا إذا ارتكوى الإنسان بعض المعاصي بسبب المصيبة ويكون شرًا وأما إذا صبر واحتسب فيكفر الله به الذنوب فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة كما كما أن من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعةً وكانت كانت في حقه نعمة دينية فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق والله تعالى محمودٌ عليها فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه وهو ثناؤه قال تعالى أولئك عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمة وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى ملخصاً وعلى المسلم إذا أصيب بشيء من المصائب أن يصبر ويحتسب قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة وهو بضم الياء وكسلفا يوافي حتى يوافي به يوم القيامة بضم الياء وكسر الفاء منصوباً بحتى مبنياً للفاعل قال العزيزي رحمه الله أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وفيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب وهذه الجملة هي آخر الحديث فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره وهو أول حديث آخر لكن لما رواهما الترمذي رحمه الله في إسناد واحد وصحابي واحد رضي الله عنه جعلهما المصنف كالحديث الواحد وفي التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله بما يقضيه لك إذا أصابك الله بشيء من المصائب اصبر واعلم أن الله يكفر عنك الذنوب ويغفر لك كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم ومن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه فذكر الحديث السابق ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ورواه بن ماجه رحمه الله قال المؤلق قال الشيخ الألباني وسنده حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أن ابن سنان هذا وهو صدوق له أفراد كما في التقريب وروا الإمام محمد حمه الله عن محمود بن نبيد رضي الله عن رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع قال المنذري حمه الله رواته ثقات فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب ويعلم أن الله تعالى يكفر به الذنوب قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء إن عظم الجزاء إن عظم الجزاء ويجوز ضمها مع سكون الضاء عظم أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية عددا وكيفية أي صفة وقد يحتج بهذا الحديث وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا ورجح ابن القيم محمه الله أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار وإنه وإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وعلى هذا يقال في معظم في معنى الحديث إن عظم الجزاء ما عظم البلاء إذا صبر واحتسب قوله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ولهذا ورد في حديث سعد رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة أي قوة اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئ رواه الدارمي وابن ماجا والترمذي وصححة رحمهم الله هذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد فإذا عرف العبد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء أي المؤمنون المتقون يصيبهم البلاء بأنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله أز وجل عرف أنهم الأنبياء والصالحون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى ويحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة لا يجوز دعاء غير الله ولا تقاد في غير الله فغير الله لا يملك شيء وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصل حتى يعلم الناس أن الأنبياء والصالحون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا فيدعو الله وحده ويلجأ إلى الله وحده قوله فمن رضي فله الرضاء أي من الله تعالى إذا رضي بقدر الله الله يرضى عنه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صحتك ومن النار والرضاء قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه فقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عنه اللهم إنا نسألك رضاك يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين ومذهب السلف رحمهم الله وأتباعهم رحمهم الله من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل صفات الله على ما يليق بالله ليس كصفات المخلوقين بل على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى فإذا رضي الله تعالى عنه أصل له كل خير وسلم من كل شر والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه وقد يجد لذلك راحة وانبساط محبة لله وثقة به كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقصطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط فعلى المسلم أن يرضى بقدر الله ويصبر ويعلم أن الله تعالى يكفر به الزلوط قوله هو من سخط وهو بكسر الخاء قال أبو السعادات رحمه الله السخط الكراهية السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط أي من الله نعوذ بالله من سخط الله وكفى بذلك عقوب وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل رحمه الله واختار القاضي رحمه الله عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم فالرضا صفة المؤمنين أن يرضى بما قدر الله قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يجي الأمر به الأمر بالرضا كما جاء الأمر بالصبر وإنما الثناء على أصحابه جاء الثناء على من رضي بقدر الله قال وأما ما يروى من صب من لم يصبر على بلائه ولم يرضى بقضائه فليتخذ ربا سوائه فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول من أخبار من أخبار بني إسرائيل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الواجب الصبر على قدر الله وينبغي المؤمن أن يرضى بقدر الله لأن الله يكفر به الذنوب قال قال الشيخ الإسلام أن تيمي رحمه الله وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها هذا أعلى من الرضا أن يشكر الله لأنه يكفر به الذنوب اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا جاذ الجلال والإكرام ترجمة نانسي قنقر